بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لسيد الرئيس عبد الفتح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد عرب توفيقه في البرقية عن أصدق التهاني وخلص التمانيات لسيد الرئيس بدوام التوفيق والسدد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهذه المناسبة كما بعث وزير الداخلية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث وزير الداخلية تهنئة لشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية محمد مختار جمعة ووزير الأوقاف شوقي علم